لم تكتفي إسرائيل بقرائمها الوحشية المستمرة في حق سكان غزة وحربها المتصاعدة على البنية التحتية والطبية في جميع أنحاء القطاع بل تمضي نحو حرب جديدة تستهدف الهوية الدينية والإسلامية في الأراضي المحتلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتانياهو أعلن فرد قيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان استجابة لمطالب وزير الأمن المتطرف إثمار بنغفير ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية فقد أصدر نيتانياهو تعليماته لمسؤول الأمن لتقديم خيارات أمام الوزراء بشأن المعايير العمرية والأعداد المسموح بها للصلاة في ساحات الأقصى خلال الشهر الكريم وسائل إعلام إسرائيل كشفت عن أن خطة التقييد المرتقبة تنبع من مخاوف وجود جبهة مواجهة جديدة بالأراضي المحتلة بنغفير اقترح على نيتانياهو ألا يتم السماح لسكان الضفة بدخول المسجد الأقصى إطلاقا وسماح فقط لمن أكبر من سبعين عاما فيما فوق بالنسبة لعرب إسرائيل ومنع كل منهم دون ذلك العمر بينما كشفت صحيفة معاريف عن وجود انقسام داخل حكومة الاحتلال حول إدارة ملف المسجد في رمضان ويبدو أن كلمة الأقصى باتت تمثل رعبا حقيقيا لأجهزة الاحتلال الإسرائيلي فقد اعتبر مسؤول جهاز الأمن العام الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية لم تطلق اسم طوفان الأقصى على عملية السابع من أكتوبر صدفة بل قد ينذر ذلك بعملية أكبر خلال رمضان المقبل دعوات إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والمرابطة فيه كان هذا رد الفعل الفلسطيني إزاء خطة إسرائيل خيث حذر مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الإسلامية من موجة انفجار وغضب عارم في جميع الأراضي المحتلة حال تنفيذ ذلك القرار ترجمة نانسي قنقر